قصف الطائرات العدوان السعودي عدد من المواقع والأحياء السكنية في العاصمة صنعاء والمناطق المحيطة بها واستدفت الطائرات قاعدة الديلمي ما أدى إلى إصابة طائرتين نقل من طراز اليوشين واشتعلت النيران أيضا في أماكن عديدة بالقاعدة بالإضافة إلى قصف اللواء الرابع طيران بالقاعدة وشن الطيران السعودي غارة جوية على نادي اليرموك القريب من مدينة سعوان السكنية وعدد من الأحياء في منطقة الروضة بالعاصمة وبحسب المصادر تواصل القصف أثناء إسعاف المصابين في ظل أنباء عن سقوط عدد من الشهداء